اهلا فيكم برج العدراء في قناتي رح نشوف شو هي توقعاتك العاطفية الى اخر الشهر القراءة مثل دائما رح تكون من البرج الشمسي وطمري وطالع وايضا تقبل العكس يعني اذا انت عم تتعامل مع برج العدراء ممكن تحس انه بعض الاشياء اللي بحكيها طاقتها تكون مشابهة لطاقتك او قريبا من طاقتك طبعا مثل دائما القراءة عامة يعني مش رح تنطبق على الجميع ولكن رح يكون فيه ممكن رسالة بالفيديو او اشي تحس انه انت تنربط فيه او بفيدك فاخد من الفيديو الاشي او من القراءة الاشي اللي ممكن يفيدك ممكن تستفيد منها وترك الاشي اللي ممكن تحسها غير منطبقة او سلبية او يعني مش عم تستفيد منها لانه القراءة عامة يعني مش رح تنطبق على الجميع رح نبلش بطاقتك بعدين طاقة الحبيب او الشيك وشو خطواتكم فيه المستقبل ونصير العلاقة بينكم بعدين ممكن نسحب كروت للتوضيح اذا حسين انه فيه اشي بدنا نوضحه نبلش بكروت النصيحة لبرج العذراء اغلب الابراج اللي عم تساوي لها قراءة عم شوف انها كثير منغلقة على حالها وانت ايضا يا برج العذراء كثير منغلقة على حالك هالفترة ايضا مش عم تعبر عن مشاعرك تجاه الشخص اللي عم تتعامل معه ايضا بدك تحتاج بها الشعر بانك تقيم اولوياتك او اهتماماتك واذا كنت تركت هواية انت بتحبها او تركت اشي انت بتحبه ارجع للاشي اللي ممكن يحقق لك التوازن بحياتك عم شوف عندك بفرص العمل او في عندك فكرة جديدة او فكرة ابداعية حاليا بدك تشتغل عليها او بها الشهر هو الوقت المناسب انك تشتغل عليها لانه ممكن تحقق اشيات كتير ايجابية بعدين ممكن تحس انك وصلت الى اكتمال بنفسك من داخل او الى انغلاق كارما بنفسك من داخل اي او اي اشي انت بتسعى او متفكر انك تشتغل عليه ابدأ اشتغل فيه لانه عم شوف عندك فهالاشي اللي عم تشتغل عليه رح يغود عليك باتمار كتير ايجابية ايضا عم تفكر بشخص او متفكر بالماضي او عم تعود بذكريات بالماضي ممكن تكون في يومك يعني عم تفكر باشي بالماضي كاشخاص بالماضي شخص بالماضي فيه حدا ممكن يعود او فيه اشي ممكن يجعلك بهالفترة بوقت انت ممكن مش عم تتوقعه او ممكن ما تتوقع ان ما يصير هاي الاشي لانه فيه يعني انت مجرد ما انك تفكر باشي معين هاي بتعتبر من طاقة الجذب او مانفستيشن ففيه اشي عم تفكر فيه رح يعود عليك او رح ترجع لك الطاقة اللي طلعتها بوقت انت مش عم تتوقعه اوكي بالذات اذا حسيت ان انضلمت باشي معين او انضلمت مع شخص معين او فيه شخص تركك او قطع التواصل معك او مش عم تحكي مع شخص عم شوف انه رح يعود عليك بوقت انت مش متوقعه او فيه شخص رح يفوت بحياتك بوقت انت مش متوقعه بالنسبة لطاقتك يا برج العادرة حاليا اه حاليا عم شوفك مش كتير متمركز عم شوف فيه اشي كتير عم تطلع عليها فيه افكار كتير براسك عم تطلع عليها فيه ايضا عروض حب عديدة عم تقدم للك اشخاص كتير عم تنحط بطريقك فرص عم تنحط بطريقك احتمالات عم تنحط بطريقك وانت عم تفكر اه اني الافضل منهم للك عم شوف فيه تفكير ايضا وفيه عندك نية بالحكي او بدك نوع من التواصل مع شخص تواصل سريع بدك تواصل سريع مع شخص مثل ما حكيت لك فيه حدا رح يجي في حياتك بوقت انت غير متوقع ورح يصير فيه تواصل او كليك على طول رح يصير فيه حكي سريع ممكن البرج اللي رح يفوت على حياتك ممكن يكون هوائي ايضا عم شوف انت اللي اكبر من هالشخص او الناضج اكتر من هالشخص ممكن طاقة حبيبك ممكن الشخص اللي عم تتعامل معه يكون برج مائي برج ترابي بس بتوقع الطاقة ترابية تكون طاقتك مائي هوائي ممكن عم تتعامل مع برج السرطان ممكن عم تتعامل او اي برج اخر بس يعني فيه عندك السرطان هون الشخص اللي عم تتعامل معه كتير مركز على الحب كتير مركز عليك انت ايضا لانه فيه عنده عروض حب عم يحاول يقدمها لالك بيعتبرك سولمية هالشخص هو عم يحاول يقدم لالك عرض حب ولكن تتوقع انه من ضمن عدة عروض ايجت لك او رح تجيك يا برج العدراء لانه انت فيه وضع بدك تختار بما انه هالشخص في عنده اشي بده يقدمه يعني اشي واحد بده يقدمه كاسد حب كاسد مشاعر اعتراف الحب تواصل بس انت محوط بكتير اختيارات بدك تختار منها بالنسبه لطاقتك بالمستقبل عم شوف انه انت في فتر التقدم او بدك عم تشتغل بفتر التقدم عم تحاول تتجنب الدراما او عم تحاول تتجنب الصراع بحياتك لانه عم شوفك بالمستقبل من فترة هدوء رح يعني رح يجيك بالمستقبل رح تمر من فترة هدوء الى فترة مشاحنات بالحكي الى فترة منافسة قوية ايضا لانه هذا ممكن يكون منافسة بالمجال العملي ممكن يكون بما يخص الفكرة او المشروع اللي انت عم تحاول تقدم او ممكن يكون حتى بما يخص هالشخص اللي بده يقدم لك عروض حب ممكن يكون في منافسة ممكن تمر ايضا بمنافسة اشخاص عديدة رح تقدم لك عروض حب في اشخاص ايضا اذا اخترت حبيب او اشي في اشخاص مش رح يعجبها هالاشي رح يكون في منافسة وفي صراع فمن فترة هدوء الامور عندك رح تختلف ورح تتغير بسرعة ورح تمر بمرحلة نزاع وكونفلكت الى انه عم شوفك انت في هدف براسك وفي طاقة تقدم انت يعني مركز على هدف ومركز على اشي معين وما بتوقع رح تأثر عليك هالشوشرات الجانبية لانه انت اللي تطرح الى والاخير هو ثبات التزام ارتباط جاد علاقة جادة بالنسبة للشخص اللي عم تتعامل معه ممكن يكون شخص ما عنده صبر كتير لانه عم يحس يعني بالمستقبل عم شوفه عم يحط مجهود ولكن بيحس انه المجهود مش رح يرجع له بالنتيجة اللي هو بده اياها وبينظر للامور او بده الوضع معك يكون فيه شوي من الصداقة او شوي من العفوية ايضا ممكن يكون الشخص اللي عم تتعامل معه اصغر منك بالسن وانت اكبر منه بالسن لانه اوراقه صغيرة فهالشخص بده ممكن يكون مش كتير او انت بتحس انه هو مش كتير جاد بعلاقتكم مع بعض انت كتير متردد بانك تقبل عرض الحب اللي عنده انت بتعرف انه هو عرض حب صادق ولكن بنفس الوقت بتعرف انه هو الشخص ممكن مش كتير تعتمد عليه لانه من النوع اللي بيمل بسرعة او من النوع اللي بيتعب بسرعة ما في عنده الصبر اللي انت موجود عندك او الاستمرارية اللي انت موجود عندك يعني فممكن يكون ايضا بوريجناري اللي عم تتعامل معه وطاقته كتير او شخص ما بيحب يعود بمطرح واحد فترة طويلة فانت مع انك بتعرف انه هو مشاعر يعني صادقة الى انك مش متأكد كم رح تدوم هالمشاعر كم حدها شهر شهرين وبعدين الشخص رح ييمل و رح يقرر انه خلص اذا العلاقه ما كانت لانه هو مبين انه هو بده اشي كتير فن بده اشي دائما يكون مرح دائما يكون فيه احتفالات فعم ينظر الى العلاقه من جهه واحده وانت عم تنظر العلاقه من جهات متعددة اكبر يعني هو عم يشوف الجهه الايجابية منها وفقط بده الجهه الايجابية وانت عم تنظر انه هل ممكن هالشخص يستمر معك حتى لو الامور كانت مش منيحة او مش ايجابية هالمستعد انه يحط مجهود للعلاقه فهاي اسئله انت بتسألها لحالك بدنا نسحب كروت توضيحية نشوف هالشخص هل رح ياخد خطوه تجاهك او هو لانه في عندك وان برج هوائي في عندك برج ناري ايضا فبدنا نشوف البرج الناري هل رح يكون بخطوه تجاهك او هالشخص رح يكون بخطوه تجاهك لانه انت عم شوف او كتير منطقي بدك اشي ملموس ما بدك اي علاقه عابرة وهالشخص بده يعني بده اشي فن ممكن تكون انت اللي اكبر من هالشخص وهالشخص عم يحس انه غيره مستعد ايضا انه يفوت بعلاقه ايجابيه فهالشخص اوكي الشخص اللي عندك هون بيحس انه اذا اعطاك مشاعره رح يأثر على وضعه المادي وهو حاليا عم يحاول يبني وضعه المادي اكتر فمشان هيك هو بده الامور تكون بينكم بسيطة او عفوية لانه بيحس هو ايضا هالشخص عنده مخاوف عنده مخاوف من انه اذا اعطى للعلاقة اهتمام كتير عالي او اذا اعطى للعلاقة او اعطاك انت وفتح لك قلبه ممكن اذا تركته او اذا فشلت العلاقة رح تأثر على جوانب اخرى من حياته ورحت يعني رحت ادي الى التاور قايل هاي رحت ادي الى رحت انهد الاساسات عنده من ضمنها الامور المادية والامور المادية كتير مهمة عم شوف لها الشخص لانه غم يحاول يبني حاله فهو مشان هيك غير مستعد بتوقع هو اصلا ايضا غير مستعد لانه وحده من الاسباب اللي هو غير مستعد انه هو ماديا عم يحاول يشتغل على حاله اكتر لانه يعطي اهتمامه تام للعلاقة وانت بدك شخص يعطي اهتمامه تام بالعلاقة طيب بنا نشوف العلاقة بينكم هل رح تنتهي الى ارتباط جدي ممكن يكون مش زواج او قطوبة ولكن هل رح ينتهي الى ارتباط جدي هل هالشخص رح يقرر انه هو بالفعل ينظر الى الامور بطريقة جدية اكتر فخلينا نشوف بالذات اذا هو برج ناري اللي عم تتعامل معه الابراج النارية ما بتحب تنربط بعلاقة او اشي مثل هيك فبدنا نشوف حتى الابراج الهوائية بس الابراج الهوائية عادة بتكون تعطيتها شوي اهلا للنارية النارية بتكون aggressive طيب فهالشخص رح يختار او رح يقوم بقرار لانه في عندك judgment فرح يصير في حكم بداية عاطفية جديدة ace of cups night of wands judgment فهالشخص اللي منكم اللي مش عم تحكم مع بعض رح يختار قرار هالشخص بانه يقوم بخطوة تجاهك والغالبية انه شخص اللي رح يجي تجاهك هو بلج ناري ممكن يكون في عندك عدة اختيارات ولكن الشخص اللي رح يقوم بالخطوة تجاهك لانه حاليا عم حس انه هو عم يحاول يرتب الامور ما بين وضعه المادي ما بين وضعه العاطفي ولكن هم شوف باخر المطاف هالشخص judgment رح يختار قرار بانه يكون معك ايضا ممكن تكون واحدة من الاسباب اللي هو لسه صعب عليك تقرار انه في بينكم بعد بالمسافات لانه judgment card تحكي عنه ممكن انت في بلد وهو في بلد اخر ممكن تكونوا كتير بعيدين عن بعض الى انه رح يقوم بقرار هالشخص بانه يجي ناحيتك ممكن يكون حكي ممكن يجي يحكي معك او ممكن يسافر لحتى يشوفك اي كانت طريقة الى انه الهدف منها انه بداية عاطفية جديدة معك وهو يبدأ صفحة جديدة او بداية عاطفية جديدة وتكون جدية تكون الفونديشن تبعها او الاساس تبعها فورو وانس استمرارية عم شوف الوضع رح يكون كتير ايجابي في المستقبل على اخر شهر ديسمبر اوكي حبايوي برج العذراء بتمنى القراءة تكون فاعدتكم وحبيتها اذا حبيت القراءة لا تنسى اشتركوا في القراءة